مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله إليكم الأحوال الجوية المتوقعة خلال فترة عيد الفطر المبارك وكل عام والجميع بألف خير تمويلكم مختبرات ميد لابز 57 فرعاً في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري فعلى الخرائط الجوية التي تمثل درجات الحرارة نلاحظ أن المملكة ستكون يوم الجمعة تحت تأثير كتلة هوائية ذات درجات حرارة أبرد ورطوبة أعلى يمثلها هذا اللون الأصفر والأخضر وبالتالي هناك انخفاض على درجات الحرارة لكن تكون الأجواء اللطيفة بالنهار وتميل بالبرودة ليلة لكن السبت في ارتفاع قليل على درجات الحرارة إن شاء الله وكذلك يوم الأحد تغالي درجات الحرارة ارتفاعها وهذا التصوير البياني يمثل درجات الحرارة والأحوال الجوية التي ستسود خلال فترة العيد نلاحظ أن الصغر يوم الجمعة صباح يوم الجمعة تكون الأجواء باردة نسبيا تكون الصغر بحدود 8 درجات لكن ترتفع درجة الحرارة بتوصل الوضمى بحدود 18 درجة أقل من المعدل بشكل واضح لكن الأجواء يوم الجمعة بتكون لطيفة بالنهار لكنها باردة نسبيا ليلا وأيضا ليلة الجمعة على السبت أيضا تنقفض وبتسجل الصغر بحدود 10 درجات مئوية لكن السبت ترتفع درجات الحرارة قليلا وبتسجل العظمى بحدود 21 درجة مئوية والصغر صباح يوم الأحد بتكون بحدود 13 بنلاحظ أنه هناك من اعتبارا يوم السبت هناك ارتفاع تدريجي وقليل على درجات الحرارة لكن هذا الارتفاع بيكون واضح يومي الأحد والاثنين إن شاء الله حيث يوم الأحد والاثنين بتوصل العظمى بحدود أو يوم الأحد بتوصل بحدود 24-25 درجة مئوية حول المعدل تقريبا والصغر بتكون بحدود 15-16 درجة مئوية والاثنين أيضا بتكون العظمى بحدود 24-25 والصغر بحدود 15 درجة مئوية إلى الأجواء يوم الجمعة والسبت تكون لطيفة بالنهار باردة نسبيا ليلا لكن أيام الأحد والاثنين بتكون لطيفة إلى معتدلة بالنهار وأيضا تقريبا لطيفة بداية الليل لكن تميل للبرود بعد منتصف الليل أما منطقة الأغوار والعقبة أيضا ومنطقة البحر الميت بشكل عام بتكون الأجواء فيها معتدلة بالنهار لطيفة بالليل وهذه الأحوال الجوية المتوقعة نتمنى الجميع عيدا سعيدا وكل عام وأنتم بألف خير نشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن الباطون الرغوي للعزد الحراري من آريم لفارج باطون الأردن تمويلكم مختبرات ميدلابز 57 فرعا في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري اشتركوا في القناة